شهد يا الكرام مع موجز الرياضة من صباح البلد تويج منتخب أسبانيا بلقب كأس أمم أوروبا 2024 بعدما تغلب على نظيره المنتخب الإنجليزي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على الملعب الأولمبي في برلين في نهاي بطولة يورو 2024 نجح منتخب الماتادور في حصد اللقب للمرة الرابعة في تاريخه لينفرد بصدارة الأكثر تتويجا بلقب البطولة وأحرز نيكو ويليام الهدف الأول لصالح أسبانيا بالدقيقة السابعة والأربعين بينما نجح النجم الشاب كول بولمر في تسجيل هدف التعادل للمنتخب الإنجليزي بالدقيقة الثالثة والسبعين فيما حسم ميكل أيرزابال نتيجة المباراة بهدفه ضد إنجلترا بالدقيقة السابعة والثمانين من زمن المباراة أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية عن القائمة الرسمية للعبين واللعبات المشاركين في أولمبياد باريس 2024 والتي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 من أغسطس المقبل تشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مداري تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعبا ولاعب أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعبا في 22 رياضة كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في تاريخ العرب وأفريقيا ويحمل عالم مصر في حفل افتتاح الأولمبياد الثنائي أحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد توكيو في الخماسي الحديث وسارة سمير صاحبة برونزية أولمبياد ريو في رفع الأثقال إلى الدوري المصري حيث يلتقي فريق الزمالك اليوم في التساع مساء مع فريق بلدية المحلة على استاد القاهرة الدولي وذلك ضمن مؤجلات الأسبوع السابع عشر من بطولة الدوري المنتاز يحتل الزمالك المركز السادس في جدول تلتيب الدولي برصيد 44 نقطة فيما يدخل المحلة اللقاء محتلا المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة وفي إطار منافسات كأس مصري يلتقي براميدز فريق النصر في الثامنة مساء على استاد 30 يونيو وذلك في إطار منافسات دور ال32 للبطولة ويسعى الفريقان إلى الفوز والحصول على بطاقة التأهل إلى الدور الستة عشر من بطولة كأس مصر لكرة القدم تعدل منتخب مصر الأولمبي مع نظيره اليوكراني بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين في فرنسا في إطار الاستعداد لأولمبيات باريس 2024 والتي تنطلق يوم 24 من يوليو الجاري تقدم المنتخب اليوكراني بالهدف في الدقيقة الثانية عشر وتعادل منتخب مصر الأولمبي في الدقيقة الخامسة والسبعين من الشوط الثاني تضم مجموعة الفراعينة إلى جانب الدومينيكن منتخب أوزباكستان وأسبانيا أعلن نادي منشستر يونايتد الإنجليزي عن تعاقدي مع المهاجم الهولندي جوشوا زركيزي قادما من صفوف بولونيا الإيطالي مقابل 42 مليون يورو ورحب النادي في بيان رسمي من ضمام جوشوا زركيزي إلى منشستر يونايتد موضحا أن المهاجم الهولندي وقع عقدا حتى يونيو 2029 مع خيار التمديد لعام آخر جدد الإسباني كارلوس الكاراز الثالث عالميا تفوقه على أصر بينوفاك جوكوفيتش الثاني واحتفظ بلقب بطولة وينبلدون ثالث البطولات الأربع الكبرى للتنس بفوز عليه في النهائي 6-2-6-2-7-6-7-4 وكرر الكاراز سيناريو 2023 حين تغلب على منافسه في النهائي لكن بخمس مجموعات رافعا رصيده إلى أربعة ألقاب في البطولات الكبرى بينما فشل جوكوفيتش في معادلة رقم السويسري روجي فادرير بإحراز البطولة الإنجليزية للمرة الثامنة في مسيرته